اهلا وعسل المنتخب يكمل مشواره. واذا رجعت يا سيدي اهلا وسهلا فيكن. بس اتمنى ترجعوا بطريقة انه تفيدوا المنتخب. حتى بتصريحاتكم حتى بمقابلاتكم. حتى بطريقة عملكون. خلاص هدونا شوي والله تعبنا. يعني ملينا كل شيء يطلع عندنا واحد بيطلع باليانصيب. كل ما بيطلع نجاحنا منتخب بيطلع متسلقين عن نجاح. كافي. خلوا منتخب يشتغل. خلوا خسيلانا يشتغل. خلوا اللاعبين. مين ما اجي. مين ما رحنا هنا مع مدرب. انا مع قرار مدرب. لستوا مع قرار اي اعلامي. اي ناقد. اي صحفي. اي اتحاد. اي مسؤول رياضي. انا مع مدرب. منتخبات سوريا مع مدرب. تركوا مدرب يشتغل. تركوا مدربين تشتغل. تركوا العالم تشوف شغلها. لانه يعني خلاص حاجة يعني. كان وكنتوا تطبلوا وتزمروا لفوتا ولكبر ولمعرف مين وغيره وغيراته. يعني شفتنا الفشل. الفشل عينك عينك. احنا هلأ لا بدنا تطبيل ولا بدنا التسمير. ولا بدنا شي. بدنا نتركوا المنتخب يشتغل على ما هو عليه. اطلعوا بعد المباراة احكوا. اطلعوا قبل المباراة عطونا تصريحات. عطونا شيء ايجابي. عطونا شيء من احنا ما بنعرفه. عطونا. قبل ما بتطلعوا يعني مسرحيات يعني خلاص كافينا. حاجة. اه اتركوا الاتحاد يشتغل. اه الاتحاد اتركوا مدربي يشتغل. البعض بيهدى شوي. بيهدي حال شوي. المنتخب اكبر من كون. اكبر من اي حدا ثاني يفكر حاله انه بدو يتسلق. بدو يعمل فيها ترند على الحساب منتخب سوريا. تحياتي لجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجميع كيف كون? شو اخبار كون? ان شاء الله تمام. طبعا سامحونا اول شي بصراحة اول مرة بصور في مكان غير الاستيديو. اه او غير المكان المعتاد للتصوير بشكل عام. ولكن لازم نحكي عن مباراة سوريا وبانجلادش. طبعا محب بتشكر المعلق اه 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 هابيل الكردي العراقي اه مشكورا على التعليق الرائع جدا المباراة كنت اتمنى كمل شوط تاني بالتعليق ولكن كعنده تعليق في اماكن اخرى في مباريات اخرى. منتخب سوريا طبعا فوز مميز ورائع جدا وكننا متمنى النفس نتمنى طبعا او مني النفس بفوز اعرض شوي على منتخب بانجلادش ولكن منتخب بانجلادش صمد بهاي المباراة رغم خسارته باربعة اهداف منتخبنا اه بصراحة ما كان اه بموضعه اللازم يكون فيه منتخبنا ما كان بالفورما المطلوبة بصراحة الكابت محمد العقيل لازم نشتغل على المنتخب بالايام القادمة بالمباراة القادمة يعني ادامنا في اتنام ازا في اتنام اخدوا مننا نقطة اولا اخدوا مننا فوز لا سمح الله فانحنا حنكون لقدر الله خارج الحسبة بشكل نهائي اه محن نعمل الفيديو ان شو الله خاص واشرح مفصل عن منتخب سوريا ومباراةه الاولى مع منتخب بانجلادش اه اللي ما شاه في المباراة اه عملناها بس مباشر اه مباراة كاملة وايضا حنعمل كل مباريات الاغلبية بصراحة هنعملها اه مباراة الشباب اه تصفيات كأس اسيا للشباب هنعملها بس مباشر على قناة الدلي سبورت بعد شوية حتشوفوا مباراة ايضا لبنان والامارات في بس مباشر على الدلي سبورت تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته